منزل بلا سقف الذي كان يملك حتى تسعينات القرن الماضي نظام دفاع جوي متكاملا وهائلا بمساعدة فرنسا والاتحاد السوفيتي السابق أصبح اليوم عاجزا عن حماية أجوائه أمام تحديات عسكرية جوية متصاعدة فالكيان الصهيوني مصر على منع استخدام الأراضي العراقية كممر استراتيجي لإصال الإمدادات العسكرية الإيرانية إلى ميليشيا حزب الله في لبنان أو أن يستخدم العراق كمنصة مباشرة لإطلاق الصواريخ الإيرانية على الكيان الصهيوني في فلسطين كما أن الصهاينة وحلفائهم في واشنطن يتحدثون فيما بينهم عن إمكانية استخدام العراق كما مر للعمليات الجوية الصهيونية ضد البرنامج النووي الإيراني وبنان على ذلك فإن إبقاء السماء العراقية مكشوفة أمام الطائرات الصهيونية يعد مطلبا أمريكيا كذلك لسيما وأن واشنطن تفضل أحيانا الدفع بتل أبيب إلى المقدمة في الصراع مع طهران تجنبا لأي موقف محرج قد يتعارض مع الاتفاقات مع الحكومة في الإيران بل إن الحكومة في بغداد وإذا كان الانتهاك الجوي حارثا لا محالة بأسباب تتعلق بالصراع الأمريكي الإيراني فإنها تفضله صهيونيا كي لا تضطر إلى إدانة هذا الانتهاك لو كان أمريكيا وهي بالطبع تعجز عن ذلك وعلى الرغم من ذلك فإن حكومة عادل عبد المهدي تظل مشدودة بين قطبين يتنازعان النفوذ عليها وهي تقف عاجزة عن مواجهة أي منهما فلا هي راغبة أو قادرة على منع إيران من انتهاك أراضيها بالنظر إلى ما تملكه طهران من نفوذ واسع على ميليشيا الحشد المسيطرة حاليا على المشهد العراقي سياسيا وعسكريا ولا هي قادرة على مطالبة واشنطن بوقف الانتهاكات الصهيونية لأجوال عراق لتعبر هذه الحكومة عن صورة مؤسفة من انعدام السيادة في العراق وفقدان القرار الوطني